كل سنة وكلكم بخير وسعادة طبعا مولد النبي هالي العلينا هوت والحلويات ما شاء الله مالت المحلات احنا هنسكت لأ طبعا مش هنسكت ما ارضناش ان احنا نسكت هنعديها كده ابدا هنعملكم بقى السمسمية بطريقة بسيطة يعني كل اللي هتحتاجين نص كيلو سمسم بس متحمس هنروح دلوقتي بسرعة ننديل تحميس على البتجاز عشان يبقى سخت هنحتاج نص كباية سكر فقط لغير هنحتاج نص لمونة وهنحتاج ربع كباية مية ومعلاقة عسل جلوكوز فقط لغير ومعلش هنديها رشة صغيرة كده من الفانيليا هنروح بس نحمص السمسم بتاعنا الحلو ده عشان يبقى سخن ونعمل عسل مع بعض بسم الله كده خلاص ما شاء الله حمصنا السمسم هنشير مع البتجاز على طول ونركنه ونرجع نعمل عسل على طول قصة بتاعتنا فاضي ايه هننزل بربع كوباية الميت وراها على طول نص كوباية السكر اهيه ونديها عصرة نص لوونة او اقل شوية يعني وقتتين كده ونست اقول لكم بقى في اول الفيديو شايفين دول ها ايه ها ملح عشان تضبط معي طعم السكر وتبرز وكده وتعليه هندي تقليبه لحد ما يبتدي بقى ايه يستعمل عنا العصر اللهم اطلع عليك اللمون بالسكر وشوية المية اللي حلتنا بس مرتجين ابتر من كده يعني المفروض ما نشتريش الحلوية دي من بره نجيب السمسي احنا بسرعة كده وانا ايه بيبقى حاجة مضمونة وتاخد فرحة المناسبة زي كعك العيد كده ما تيجي في العيد بتعمل الكعكة بتعمل البتفول بتعمل البسفول بتحسي بالفرحة وولادي الحواليك كده بيحسوا بالفرحة دي برضا فيها يا جماعة زكريات الفرحة واحنا شغالين تقليب كده ومشاء الله الفطقيع بكاعتنا بدأ التبان وبدأ التبان اعراض بقى سوى العسل بتاعنا اهي الاعراض اهو تحسوا ان هو بص هيهرش وفيش مشاكل خالص يا جماعة الكلام ده مش مش عليه حاكم يعني خلاص اهو الاعراض بنت هبتدي انزل بمعلقة واحدة جلوكوز بصوا قدي ايه اهي جاية لكم في السكر معلقة واحدة من عسل الجلوكوز العسل ده بقى هيزبط معانا بقى الدنيا ومش هيفرق طعمها عن بره ابدا ابدا يعني فياريت اهو والعسل مش غالي ده الكيلو انا جايباك سبعتاشر جنيه بيكفي ياما سر حلوة المولد بتاعيتنا ايه بقى يا جماعة بصوا هاه ايه هاه فانيليا بس كده على العسل وخلاص قليبي بقى الدنيا كده خليكي معايا بقى نص ديقة بالضبط لكن احنا كده بدأنا خلاص العسل بتاعنا يستوي بدأنا نوصل لدرجة السوا هد النار انا مهدية النار فعلا هد النار وبتدي بص اشتغل كده بالروحة بص شوية الفانيليا بصراحة فرق ويعني احنا كده بنعمل حاجة حلوة ايه جدعين يا جراني بنعمل حاجة حلوة يا اهل المنطقة احنا بنعمل حاجة حلوة بصي بقى احنا وصلنا لايه اهو هقولك بقى تجري على الرخامة بتاعك هتاخد نقطاية من العسل ده نقطة واحدة في نحظة هتبرد هتعرفي ان كانت بتعمل كراميل تحت بقك يبقى انت كده صح احنا كده ايه شغالين صح هننزل بسم الله الرحمن الرحيم بالسمسم بتاعنا السفنة ها اهو كله اكيدي بقى قليبي كده ووزعي الدنيا بتاعك كده بالتفاوي بالتفاوي قليبي العسل كله بالسمسم كله كله ها على مار هادية برضو انت شغالة كده عشان كل الكمية تتقلب معيك بالروحة كده بسباتيولة كده او معلقة براحتك وقلب ولايمك خلي كده قلبك بصي خليك واثقة من نفسك كده وانت تعمل خطوة سريعة دي خلاص قبلك بقى يبقى وراقي كده لو سمحت احطيلي شوية زيت على الرخام احنا احنا عايزين ننجز بسرعة والنبي يا علي بص يا جماعة انت شغالة عنار هادية بقى هي شغالة معاك بالراحة مش ويش اهو اهو ولا تلاقي خالص 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 هتطلع احلى سمسمية من اللي انت بتجيبها من برد احتمال كتير كبير جدا تتجري فيها السنة الجاية ان شاء الله وهي في الطاسة سخنة هنتفي بس البوتاجاز ونروح نحط نص معلقة زيت على الرخامة معلقة زيت اهي على الرخامة في المكان اللي انا هفرد فيه وتنزلي بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالثمثمية بتاعتك كلها اهو نزلي كده على المكان اللي انت حطتي في زي كلها كلها بصراحة رحتها ما شاء الله يعني الله اكبر شوية الفانيليا فارقين اوي 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 يلا بقى وهي سخنة كده بالسباتيولة كده بصي اهو وبصي الافضل من السباتيولة والله في السريع كده بسرعة ايدك مدهونة زيت وما تخفيش من السخنة اهو لدرجة ان انت تتلسع يعني اهو بسم الله ما شاء الله اللهم اصلي عنا الله اكبر اعملي بقى السمك اللي انت عايزها بقى عايزة لزلزيها عن بره ما فيش مشاكل خالص اهو بصي جميلة وسهلة ازاي وما بتحرقش جيد لاني هي مستخنة يعني درجة حرارتها مية في المية يلا بقى نقطع السمسمية بتاعتنا وهي لسه طرية شوية يا جماعة ما نشفتش ما وصلتش المية في المية ان هي تبرد لسه دافية ولسه ما نشفتش يلا نقطعها الاحجام اللي احنا عايزين هبقى المقاسات بتاعتنا بقى بصوا بقى يا جماعة ما شاء الله شوية الزيت اللي احنا حطناه هي بالزبط نص معلقة فرقت ازاي وخلعت عايزة بقى ترسيها دلوقتي رسيها عايزة اسيبها لما تبرد برحتك خالص بص القطع عاملة ازاي دي دي هتلاقاها برا يعني انا عايزة افهم مسلا الراجل الحلوان اللي عنده زمه وضمير برا هيديك القطعة دي هيديك الجمال ده هيديك الرجاحة دي مستحيل يا جماعة عماية الايدينا مفيش زيها ابدا وبصوا الكمية دي كلها نص كيلو سمسم بيكان بتلاتين جنيه وشوية حاجات من البيت بصوا عمالنا احلى حلوة شوية السمسمية دول من عماية الايدينا ما خدوش بالزبط ربع ساعة واقفة على البتجاز ما خدوش امكانيات مننا يعني كل اللي احنا اشتريناها من برا نص كيلو سمسم واحتمال كبير جدا تلاقيها عندك في المطبق سمسمية في منتهى الجمال بصوا هي لسه كمان مبردتشي شايفين محمصة ازاي وجميلة وتحفة لو عجبكم الفيديو بقى تابعوني انا حرية الحداد على تيك توك والفيسبوك والانستجرام واليوتيوب وقناة الوصفة هتلاقوا كل جديد ان شاء الله بازن الله وكل حلقاتنا تعجبكم